مساء الخير على الجميع أنا طبعاً كالعادة يعني برحب بالسادة الحضور سواء اللي هيحضرنا دلوقتي أو اللي هيحضر البس في وقت آخر يعني فأنا برحب الجميع وبرحب طبعاً بالسادة اللي هي تفعله معنا والناس اللي بتشاهد في صمت باستمرار فأنا برحب الجميع وأتمنى حضراتكم يعني اللي هيجي ويحتر معنا البس يرحب معنا بصديقنا العزيز الأستاذ أبو لبنان فأنا حبيب أرحب بإزاي حضرتك أستاذ أبو لبنان تمام ماشي الحل أشكرك صديقي حبيبي أخبارك إيه ماشي الحل تمام أنت كيف بخير بخير طيب دلوقتي يا جماعة إحنا حلقتنا النهاردة بتتكلم زي ما حضراتكم شفتوا العنوان كده بالضبط هي نقاط تجمع ما بين الإلحاد وبعض الأديان الباطنية ودي الفكرة اللي حابب يطرحها الأستاذ أبو لبنان معنا ويعرفنا عليها أكتر وأنا ما عنديش فكرة كاملة بالمسألة اللي هو حابب يطرحها فهندي بقى مجال للأستاذ أبو لبنان هو يبتدي يدينا مجال ويفهمنا القصة بتاعته بتحكي في إيه تفضل يا أستاذ أبو لبنان طيب أشكرك مجدداً على الاستفضافة الجميلة هو خنبدأ من فكرة أساسية كرد هناك من يقول أو يعتقد أن الأديان كلها فيها منظم وخالق وأما الملحد وأنا ملحد يعني والملحد يقول لا كل شيء جاء في الصدفة والعدم ويعني يكون النقاش دائماً أنه على أساس المتدين عنده منظم والملحد يتحدث من العبث والعدم حسب دراستي للأديان وأكثر شيء كثير من الأديان الباطنية والمدارس لحظت أنه لا حتى المؤمنين القدماء لعندهم اطلاع فلسفي أيضاً وصلوا إلى فكرة شبيهة من فكرة الملحدين فهناك أديان كثيرة تتكلم عن عبث قبل الآلهة حالك بتقولي طب كيف قبل ما نقول كيف يعني هو ما نقول كيف لما نتقدم بالحلقة بس لازم نعطي شواهد أول شيء عن هكذا أديان هي كمان أيضاً وصلت للاستنتاج أنه ما في منظم بفكرة أنه هناك شخص قاعد فوق هو مهندس وصمم وعمل لا لكن في عبث لا نهائي ومتغير ومن هذا العبث اللانهائي تخلق هناك متكررات صغيرة وبهذه المتكررات نحن ناشط شيء نعتقد أنه انتظام فأنا حبيت أعمل شير نعطي بعض الشواهد في صور حضرتها ورح أشرح مفاهيم أكثر عن هذه الشواهد إذا فيك بس صديقي ترفع حاضر حاضر توضر طيب ما تنونه في أول صورة هو العين صوف ومعنى العين في العبري هو اللاشيء يعني في نقطة في الوسط هي العين وحواليها العين صوف والعين صوف هو السكون الأزلي تمام ففي عندك فراغ أزلي وبدأ الانتظام في وسطه هلا في المدارس هذه أساس الكابالة اليهودية في بعض المدارس تقول أن الله هو كان قاعد هو أزلي قاعد زيح ترك فراغ وبهذا الفراغ بدأ الخلق لكن أنت مش ضروري يكون عندك لأنه أنت عم بتزيد هوني فرضي إن هناك الله بس أنت بالمبدأ لأن أنت رحته وسوف نراه في أديان أخرى لا ما بيكون في عندك إليه قبل العبث فالعبث نفسه لأنه يملك كل الاحتماليات هو عبث لا نهائي فهو لا يبدأ ولا ينتهي لا يسبب أحد وجوده هو موجود ويملك كل الاحتمالات ونقطة الارتكاز بتجمع الاحتماليات والصدف كلها تكون هي مركز الانتظام الذي نحن فيه فأنا بس رح أعطي شواهد من أديان أخرى بس حتى نتوسع شوي بالنقاش وبدي أرجع على الكابالة واليهودية فضل هذا الإله موجود عند اليونان اسمه الإله كايوس الإله كايوس شو يعني عبث وفي بعض القراءات اليونانية مثل طبع هيزويد كايوس هو قبل كل الآله يكون كايوس وثم تأتي الآلهة الأخرى طيب لا أزيدك من الشعر بيت آسف الصورة هون مش كتير واضحة يمكن أنه كانت شفافة لكن هيدا عبارة عن نموذج سحر صيني قديم وهو أساس كثير من الديانات الشرقية في الصين والهند ويسمى الايتشينغ أو كتاب المتغيرات في هذا الكتاب كمان يبدأ العالم من nothingness لا شيء السفر عندهم لا شيء يحمل الواحد والناقص واحد يعني يحمل الفكرة ونقيدها ويختزل نفسه هذا اللاشيء ومن هذا اللاشيء تنشق الأمور فهو نقطة البداية عندهم أيضا لا شيء وأيضا هناك نص بوذي معروف يقول أن قبل أن تأتي القوى أو يسمونهم التنانين القوى الضعيفة فيك تعتبرها إذا بدك آلهة أو قورو أو شيء من هذا النوع قبلها كان هناك غلاف أسود أزلي للعالم ومن هذا الغلاف أتت الآلهة وبشبه هذا أيضا في زهرة اللوتس ولها مركزية كبيرة زهرة اللوتس عندهم لأن زهرة اللوتس قبل أن تطلع زهرة وهي بعدها في البذرة تنمو كل أوراقها بدخلها تنمو النماذج فبيكون فيه نماذج سابقة وثم تنفتح الزهرة وهنا نفس المبدأ اللاشيء نفسه هو القادر على كل شيء هو دائما متغير هو فيه كل الاحتماليات ومن دون خلق ومن دون أن يكون هناك عقل منظم بسبب أن هناك عدد احتمالات في نقطة الوسط يبدأ الانتظام عندك أي سؤال صديقي لا تمام وانتاز كل واضح استمر لنروح أبعد وهون ما نحكي عن شيء حنفسر للمسلمين شيء لا هم ولا مفسرين هم بيعرفوا هن يتكلمون عن النون والقلم وما يسطرون وتكثر التفاسير يقولون أن النون هو حوط تحت العالم موجود النون هو المحبرة وكلام تافه يا أصدقائي نون هو ما نتحدث عنه هنا النقطة وسط الدائرة كلمة نون طب اتقلي طب شو خاص نون نحن نعرف أنه بالمصر القديم نون مربوطة بالسمكة شو خاص نون بالعبث اللهم متناهل عم تحكي عنه يا أبو لبنان يا أصدقائي كان يعتقد في السابق أن السمك يتكاثر بدون زواج فالنون يقارن أيضا في الماء البدائي ويقارن في نوت السماء وهو نون بيكون والد نوت نوت هي السماء الشاسعة فنون ترسم كما القنطرة أي أنها تقنطر على كل شيء لها وسع لا يختزل فهي كما شو فهي كما العين صوف تمام ونقطة الارتكاز هو راعة اللي بتخلفه منها أو حسب قراءة الأخنوتونية هو أتون الذي يأتي منها هو الوسط وهذا الفكر موجود عند مين عند أليستر كرولي وديانته الثلامة اللي هو لمزار مصر لمزار مصر صار عنده رؤية وهو كتب كلام مشابه لهذا وفكرة النقطة وسط الدائرة يعني أن العبث قبل الآلهة أيضا موجود في ديانة أخرى باطنية لمدام بلاباتسكي واسمها ديانة الثيوسوفيا فهذا فكر موجود تمام وفيه ترابط بينه نعم فال طب شو القلم النون والقلم هو ما يستطرون وحتى على فكرة سكاندر القرنين اللي بينزل في عين حمقى إذا بتقرأها بقراءة ظاهرية كما المفسرين هو الشمس تغيب ببركة واحد بس إذا بتقرأها في قراءة باطنية أول شيء في ربط بين اسكاندر ذو القرنين وحورس السفلي وحقوة عند مصر القديمة لإلهة لما تكون بالعالم السفلي بيكون لها قرنين لأنه بتكون البا صول البا جاي من المعزاية تمام أو حتيس بيكون لها قرون فما يقصد في عين حمقى أو السماء هو نوت هو القنطرة الشاسعة لأن هنو كانوا يعتقدوا أنه نوت بالصبح بتخلف الشمس وبعدين تبلعها تجع بتخلفها بعدين تبلعها تماماً وهذا موجود في كتاب نوت من كتب المصرية القديمة غير منتشرة للأسف بس نعمل على ترجمة بعض منها للعربية وفي كتاب أوكي عن القنط وهذه رسمتين للنوت ونقطة الارتكاز وهذه النون كما تروا نقطة الارتكاز وحولها القنطرة في هذا الكتاب وهذا كتاب جداً معم وجداً خطير وأيضاً للأسف غير منتشر هذا كان كتاب عبارة عن مصحف إذا بدكم سؤال وجواب إيام مصر القديمة بس كان منتشر أكثر شيء قابل ستمائة سنة من المسيح من هنا بنعرف شيء يعني القلم بالقرآن بيقول بيبلش القرآن بالقلم طيب شو خص القرآن بالقلم القرآن كان شفه شو خص القرآن بالقلم القلم يا عزائي بهذه القصة يكون في استاذ وتلميزه لما بدوا يعلموا الدين المصري القديم المبني على السحر والزخرة فيه أول شيء بيمسكوا بإيده القلم وهذه النقطة بدايته بالدين وبيقرأ عليه مثاق للانضمام الدين القديم في مثاق بتقرأه هو بيقبلك أو ما بيقبلك تلميزه استاذ دين خبرة بده مش بيقول شهادتين فهنا القلم وهنا النون فهو يبدأ المصري القديم بالقلم لأنه في الزخرة يتعلم السحر مثل كتاب البقرة الصفراء أو كتاب البقرة السماوية حط حور هو كتاب سحر جزء منه فلهيكي فالقرآن لما يذكر النون والقلم هو عم بيذكر شو العبث اللي متناهي والانتظام الذي يخلق داخله بس بعدين القرآن بروح بناقة حاله بيحكي فيه خلق بشكل شفه أن الله خلق الأشياء والحيوانات هذا فكر أعمق في كثير هذا فكر عم بيقول لك أنه الانتظام جاء من عبث مثل أنت لما تكتب كتاب أول شيء بيكون عندك أفكار غيمة من الأفكار بعدين بتبلش بالقلم وتبلش بنقطة وهذا الفكرة منها فأكيد هذا غايب عن حكي المفسرين عندهم النون يعني الحوط وأشياء تاني لأنه هن يدعون أنهم يدرسون مقارنة أديان بس هنا مقارنة الأديان هي أنه يدرسوا شوية على المسيحية ليسيبوها بس ما بيتعمقوا في أديان قديمة ما بيتعمقوا في هذه المسائلة ولنعطي شاهد آخر عن الفكرة قبل الاستطراض ديني لحظة واحدة بس أنا أرحب بش مهندس أحمد إسماعيل طبعاً على رأسي هو صديقك وصديقي يعني فنورتنا بش مهندس وعلى رأسنا موجود اتودل أبو لبنان نكمل أنا أعاسم للمقاطعة وهذه الفكرة اللي عم بيحكي عنها مش أبو لبنان عم بيحكي عنها نو متواجد بالأديان هوداء مش أنا أول واحد كاليونغ حكي نفس هذا الحكي ومسميها يعني العبث الأولي عند كاليونغ أول شيء بيكون هناك اللاوعي هو المادة الأولى وثم منها يأتي الانتظام أو يأتي الإيغو والنفس بس ها مناشف موضوع كاليونغ موضوع عميق جداً هو عنده تعديلات على الغنوصي المسيحي لكن نفس هذه الفكرة هو لما درس أديان متعددي لقى أنه هذه الفكرة اللي بريموديو الكيوس عبيلقية هون وهون وهون أنا رح أذكر بعد شاهد عند السومارين عند السومارين كيف يبدأ الخلق خاطئ من يقول لك أنه كان عندهم بحر شاسع وبعدين صار في خلق مع أنه البحر هو عبارة عن العبث أنه الماء تستعمل هنا كما في مصر القديمة دليلاً على العبث يعني على اللا حدود أنه البحر بيكون شاسع لكن لا قصة الخلق عندهم إذا بترجعوا فعلاً لما ترجم من كتبهم أول شيء عندهم فراغ أزلي وبعدين بيقولوا أنه في بكعب هذا الفراغ الآلهة ناموا من شدة وحدتها تبكي دمعة النقطة وهذه الدمعة تصبح البحر الشاسع فكمان هنا مبلشين بفراغ ونقطة ارتكاز وكمان هناك فراغ أزلي يسبق الآلهة مش أنه في إله أزلي بعدين هو بيخلق كل شيء فحتى هذا الفكر الفراغ قبل الإله يعني نعم أو العبث قبل الإله أو العبث قبل الإله وأكيد وأكيد يعني أنت فيك حتى تقول في عبث وما في إله لأنه كما رأينا فرادية الإله هي فرادية جداً كبيرة يعني تحتاج أدلة قوية عليها ولم يأتي أحد فيها كذا أدلة لهذه الموضوع أو وصلت قيد النقاش يعني وإذا كان عمر عنده أصابع خمسة فيه الله ما كان فيه نقاش ومناظرات في الموضوع طيب فخلنا نرجع للكبالة بشكل سريع بالكبالة بيصير الشيء اسمه للتزمزم وبالتزمزم ما يقصد متل ما العين تتسع تتسع النقطة ومن هذه النقطة يخرج عشر طبقات بالكتب العربية مثلاً عند إخوان الصفة تسمى العشر أفلاك بس هنا بالكبالة هنا العشرة سفروا اللي يرسموا على شكل هذه الشجرة وهذه تكون قوى ضعيفة يعني قوى جاءت من العبذ قوى هي متكررة في الكون صفات تتكرر هنا برأي الكباليين هذه الصفات تتكرر بالكون لكن هذه بيظل قوى ضعيفة يعني أنت فيك تبدأ من العين صف من دون ما تقول أنه في إله لأن العين صف هو عبث وفراغ وجميع الاحتمالات لكن لأنه جميع الاحتمالات فهو لا يأتي في شيء هو فارغ كما السكون وثم يأتي في نقطة انتزام من هذه النقطة تخرج لنا قوى كونية أو متكررات كونية بوسط هذا البحر من العبث فهناك متكررات ومن هذه المتكررات ما نشاهده اليوم أي نوع من الانتزام يكون منها لكن العالم حتى الذي نعيش فيه غير منتظم الكواكب تدور بأشكال مختلفة وسرعات مختلفة يعني في تحطم في أشياء غريبة جدا بالعالم لكن يعني من لا يزال يرى أن العالم ساعة منظمة مخلوقة إنسان معتوه يعني العلم الفيزيائي لا يقول لك هذا أبدا بالعكس يحكيك عن غرائب الأمور على المستوى الصغير وحتى بالأفلاك والدوران هي غير منتظمة وفي مشاكل كبيرة حتى في الأفلاك فيها نحكي عنها في حلقات متوسعة أو مع شخص خبير بالعلم الفيزيائي تمام فهذه كمقدمة هذه كمقدمة بسيطة يعني لما أراه النقطة التي تجمع بين الإلحاد وبعض الأديان البطنية أكيد ليس كلها طبعا أنا عندي لك سؤال قبل ما تستطرت ممكن؟ تفضل حبيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال مباشر هي مش القصة مش شايفها واحدة يعني ما بين الأديان كلها طرطب الأديان بطرطب الأجيال وتراكمها هي مش الفكرة واحدة إنه من العبس الإله بعد كده الكون والحاجات دي نفس الفكرة موجودة في الأديان البطنية زي ما حضرتك ذكرت وبرضه ملمسة جامل جدا في الأديان الإبراهيمية إذا ذكرناها مش شايف إن ده عملية عند الأديان عند الأديان الإبراهيمية بيحاولوا لأنه هن أديان مادية هلق نشرح الفرق هم غير بطنيين يعني عندهم يمكن فرق بطنية داخلهم بس الدين ظاهري وسخيف يعني نحكي عن الإسلام الظاهري والمسيحية الظاهرية الإنجلية أو اليهودية الأرثودوكسية هني بيحاول يقولوا لا فيه إله مطلق وكل شيء له معنى وهدف وعن بيجربك وكل شيء منتظم بالكون ما بيفكروا بفكرة العبثية والانتظام أن يكون شبيه للتنظيم بس هو فعلا جاي من العبث هو متكررة في العبث هذه الفكرة نعم موجودة في الأديان القديمة بتلقيها بس صار في مأرحلة تطور أديان لازم نحكي عنها الذي حصل هذا حصل يا صديقي أنه أول شيء الدين بالهند كان دين غير مادة تماما يعني دين لا يهتم بهذه الدنيا دين مساك وثم عند الفرص الدين صار يدخل أكتر بالدنيا والسلطة ومع مصر وبابل وغيرها من أديان السلطة صار الدين أداة سياسية محط ويلخص الوعي الجماعي تبع الشعب يعني كل إله بيعملو لك إله أم وإله طبيب وإله هايك لأنت مثل الكارتون لأنت تتفاعل معه فهنا عم بلخصوا النماذج براسك بشكل هايك جميل يلفتك وإذا أنت تتبع هالإله خلوك تتبع هيدك هالإله كمان فبلشوا يغرقوا بالمادية وحتى بلشوا يصوروا الآلهة على شكل حيوانات يعني وجوه حيوانات وغيرها اليونانيين نطوا نطة كبيرة إلى المادية عملوا زوس وكرونوس وديونيسس بشر يعني بيشبهوا البشر بيشبهوا البشر فعليا صحيح فالدين خرق فقبل الإنسان ما كان يعتبر الإله بيشبه الإنسان صحيح ما كان يعتبر الإله على صورة الإنسان هلق بعد اليونانيين بعملوا آلهة بشر حتى يعتقد الإنسان أنه مثل ما هو بيصنع الإله بيصنع مثل ما هو بيخطط ويفكر الإله بيعمل هايك فعكس الإنسان نفسه على ما هو أعظم منه ونقص من الله ما هو جريمة يعني القرآن لا يحترم الله يقول عنه هم كان فاكرين يجعله يشتر ويشتر بلهب لك هاي صفات بشرية معيبة صحيح فهم نقصوا من الله فقدوا الفكر القديم الغني الأديان القديمة فما لدينا اليوم من أديان هو كعب الصحارة يعني ليس هلق في أديان أفضل من أديان أخرى أنا لا أضع كل الأديان في سلة فأنا أعتبر صديقي هناك ثلاث مراحل أديان وهذا جدا متعلق بموضوع الحب هناك دين ظاهري يعني خانا أعتبر هناك معبد خارج هذا المعبد هناك دين ظاهري دين العامة دين بده طقوس وفرائد وصلي خمس مرات وامشي على هكذا تعليمات قال الله قال الرسول قال أبي هريرة هذا هذا فريق ظاهري فهذا الفريق لا يصل إلى العمق وهذا الفريق يرى كل شيء منتظم يرى انتظام لا يفكر يعني طيب ما وراء هذا فعليا ما هو العبث ما هو النظام العبد وعندك ما يسمى الفريق الباطني هو في داخل المعبد فهو يبحث في الأسرار لا يأخذ في ظاهر الأمور لكن يضيع يعني لا يجد أجوبة مقنعة وعندك ما هو توحيدي الذي يدخل إلى غرفة الأقداس إلى هذه الغرفة الصغيرة الذي في معبد سليمان لم يكن يدخلها الخاخام إلا أيام محددة في السنة ويحاكي الله مباشرة بطلع دخنك عسب قولهم بس شو معناته هاي الغرفة الصغيرة أنت تدخل إلى أعماق نفسك فأنت تدرك الغرفة الصغيرة في داخلك المعبد هو أنت تدخل في أعماق نفسك فشو بتدرك بتدرك أنه هذا الوعي والإيجو والأنا هذا شيء زبالي محركك الأساسي هو اللاوعي كما قال لك علم النفس وهذا اللاوعي لاوعي ما نوش واعي لاوعي لا يعرف شيء ونقيده يعني أنا بالوعي بعرف أنه هذا أبو لبنان وهذه قنيني اللاوعي لا يعرف هيك ما عندوش مبدأ الأضاد خير وشار وأبيض وأسود فاللاوعي أو البرايم ماتيري الحسب كاليونغ هي بتشبه اللي عم نحكي عنه فشو هي الأديان ليش بتشبه بعضها لأنه الإنسان صار يعكس نفسه على الكون فصار يقول طيب كل شيء جاء من العبط لأنه هو شايف فيه لاوعي عم بيطلع منه انتظام بتصرفاته وأفعاله في الدنيا فمش أنه هو شاف الدنيا واستدرك الدين لا هو لاستدرك الدنيا هو كيف شاف الدنيا أو كيف استدرك الدنيا هو كيف حاس نفسه اللي بيداخله فالدين هو إذا بدك انطباع داخل من الإنسان على العالم حوالي فلاحظة كلنا بشر ونشترك في أمور مشتركة غرائز وأحلام مشتركة ورموز مشتركة تؤثر علينا فلهذا سوف نقوم أو نخلط أديان تشبه بعضها بشكل كبير حتى مع بعض مسافات تمام فالنظرة الغنوصية هي بالقلب يعني هي تقلب الفكرة الأي آه الإنسان هو العكس نفسه واستدركة من نفسه العالم هي فكرة شوبنهاور كمان أيضا شوبنهاور ملحد لكن عنده متافيزيقيا الحادية عنده أيضا فكرة أنه أنت لا تفهم العالم بتوجه الوعي لداخلك فأنت بتفهم من داخلك ما هو أيضا موجود ومتشابه في العالم فنفس هذه الفكرة فالغنوصية الغنوصية ما عم تحكيك أنه في يعني ببعض القراءات ما عم تحكيك أنه في فعلا في عالم منظم هيك وإنت عم تدرسه كيف عم تشوف في التشابه بين الأديان أنه هو الإنسان فعلا هو المقدس فيش إله برا مقدس هو الإنسان فعلا هو نقطة الانتظام هو الوسط هو المميز فهذا الإنسان المميز للأسف بالأديان المادية بيحاول يعكس حالوله برا على الكون ويقول لك لا فيه منظم وخالق والزهرة قال هو حطل له هذا وهو عملها وعملنا الحمير والبعير حتى قال تركبوا عليهم يعني لا هذي طوروا بيولوجيا وكانوا أول شيء غير مهجنين يعني أنت فاهم قصدي الدين الظاهري بيحاول يعكس صفات الإنسان على الله بشكل مقلب من قيمة الله أما الفكر الغنوسي يغوص في نفس الإنسان فيدرك أنه نفس الإنسان حتى مش منظم محركها الإيجو وكلها وهم أنت فعلا كبشر تتصرف على لا واعي وهكذا الكون الكون كأنه فيه هذي النقطة اللي عم حاول وصل حاكم ابن عربي كان قال كلام مقارب جدا اللي حضرتك بتقوله ده وحتى يعني هو كان مكفر من كل الجماعات بس يعني في فلسفته اللي أنا قريبتها يعني عنه كان بيتكلم وأفكار قريبة جدا من الأفكار اللي حضرتك بيتذكرها دي وبرضو كانت القصة كلها أنه يعني هو عكس أنا تخيلت يعني أنا ما كنتش قرأت اللي حضرتك ذكرته عليها الوقت فأنا كنت متخيل أن ابن عربي هو اللي عكس الآية يعني عكس الفكرة عن الفكرة المعروفة اللي هي في الأديان طبعا لكن من الواضح أنه رجع لنفس الأفكار اللي حضرتك بتتكلم عنها إذا كان هو أقدم أو بعد بصرف النظر بس أقصد أقول أنه فكر في الفكرة بنفس الطريقة اللي فكر فيها الغنوصية فضل نعم هناك طريق مزدوجة بين الصوفية العربية وأفكار ابن عربي وغيره وبين اليهود الباطنيين لإثنين تأثروا في بعض كمان يعني في أفكار متشابهة مثلا دفاع عن الشيطان بالصوفية عند ابن حلاج مثلا موجود موجود عند الغنوصية المسيحية قبل الحلاج ولأنه فكرة عدم سجود الشيطان اللي ذكرها القرآن هي موجودة في نصوص يهودية الثانوية كتبينها خخمات هي ليست من اختراع القرآن فهذا في تفسير القرآن مع الشيطان معه حق ما يركع لله لأن هذا شرك هو بس لا شو يركع على صمم اسمه آدم هو بس يركع خالقه ولو طلب منه الغلاط على أن يقوم فيما يقول له عقله حسب ما كان يفكر فيه سابقة إذا كل ما يقول الله عمله هو خير كان إبراهيم يجب يقتل ابنه لماذا هناك درس لإبراهيم وليس هناك درس للشيطان عن الشرك مثلا فهذه الأفكار موجودة اليهود تأثروا جدا بالمفكرين الصوفيين خلان الوفا إخوان الصفا وخلان الوفا وب ابن عربي وغيرهم في تنقل أفكار يعني حتى أنا ذكرته العشر أفلاك عند إخوان الصفا بتلقيها موجودة عند أهم أهم كاتب يهودي بالشرع اليهودي والدين اليهودي وهو موسى بن ميمون وهنا اليهود أنفسهم يقولون لم يأتي لنا موسى غير يعني لم يأتي لنا موسى عظيم غير نبي موسى غير موسى تمام طبعا فأخذ العشر أفلاك من إخوان الصفا نفس العشر أفلاك يختلفون على تسمية يعني هو يعني هنا إخوان الصفا عندهم الانشقاق بين الأرض والسماء هو عنده بين العالم المادي وعالم الروحي بس غير هيك نفس ترتيب ترتيب الكواكب ونفس المركزية العالية لزحل وليش في مركزية عالية لزحل هذا موضوع كبير بس تمام نعم ففيه تلاقح متبادل لأنه يعني أنا باعتقاد الدين الظاهري ليس للمتعلمين والمثقفين اللي بيدخلوا فيه يعني إذا وحد مثقف ومشكك ما رح يدل يحفظ ويقول قال أبو بكر وقال ما بعرف مين بده يصير يشوف غيره شو عندهم ويقارن بين اللي عنده واللي عند غيره ومن هون يشوف تشابه كبير يعني مثلا بالكتاب اللي أنا ذكرته كتاب المحادثات في بيت الخلق أنا ذكرته فيه تشابه بالقلم أنه المصر القديم كان يلتقي بالغرفة المظلمة ويبدأ دينه ويتعلم كيف الكتاب بالقلم علمناكم الدين بالقلم من هناك المصر ما في العلم الدين بالقلم تعلمه شفاهية صحيح طبعا حفظه في الشفاهية كمان فيه تشابه أيضا بين الإسلام وهذاك الكتاب وهذاك الكتاب يعدد 19 روح صفلي القرآن فيه 19 زبانية والروح الصفلي الباصل بتكون بالعالم الصفلي والزبانية بيكون بالعالم الصفلي معلش سيدة ولبنان ممكن تقول لي اسم الكتاب مرة تانية معلش لا ياسف اسمه كتاب المحادثات في بيت الخلق بس لأنه أرفع صورة للمشاهدين أيوة المحادثات وإيه في بيت الخلق هو له اسمين بس افتح الصفحة وفرجيك بس دقيقة أنت مبين عندك شاشر طبعا أو لا لا لسه لسه لحظة صديق براحتك في بيت الذي قرأتها في حياتي حتى بشرح أصل الكتاب ورمزية الحرف والكتاب مع صيد الأسماك ومع الفلسفة بيختك ببحر كبير من أهم الكتب لكن غير مترجمة من العربية هذه نسخة أكاديمية شوي باهزة في ثمن يعني فيكن تلقوها وتشتروها هلق واسمه الثاني هو الغرفة المظلمة فهو يعمو حدثات في بيت الخلق يعني الغرفة المظلمة هم نفس الكتاب بس الغرفة المظلمة هو اسمه الباطنة ف تم ترجمته هو مترجم من فترة هو لأنه كان كتاب كمصحف منتشر جدا في مصر فاستطاعوا أن يلموا بقياه من عدة محلات ويجمعوها كلها فصار عندهم عمل شبه متكامل بس في بعض النقصات يعني ناقص في مكيف من أول وناقص جزء ناقص بعض هو ده غير كتاب اللي بيقولوا عليه اللي هو كتاب جحوتي أو توت أو جحوتي اللي هو هيرمس المسا لا هدك كتاب غير بهذا الكتاب مش تحوت هذا الكتاب المعلم بيكون هو يسمى تلميس تحوت أو ابن تحوت ما بيكون تحوت نفسه لكن هذا الكتاب أو كات يقال له مثل ما أنت ذكرت كتاب تحوت لكن هو ليس كتاب تحوت كتاب تحوت أو كات يقصدون فيه الكتاب الهيرمسي اللوحة الهيرمسي الزمور أيوة الهيرمسي نظبط أو كات يقصدون فيه أشياء أخرى لا هذا كتاب مختلف وغير منتشر بس من من أهم الكتب وبتلاقي بهذا الكتاب يعني أصول الدين الدين بالسابق صديقي بس لا سكر الشياء فضل الدين بالسابق لم يكن شيء علني للكل أنه أنت لا مفروض على جميع الناس تكونوا تحت هذا الدين لا الدين كان لحلقة من المختصين بمصر كان في بعض الأشخاص المختصين هني بيفهموا بالدين والعامة عندها فكرة لأنه هناك معقول يجيك واحد من هو الزكاية كتير يقول لك طيب محمد كان أمة كيف كيف يعرف هذا الكتاب طيب ما هني معظم المصريين القدماء كانوا أميين كانوا يعرفوا بقصص الكتاب كان هذا الكتاب أكثر منتشرا في مصر ستمائة سنة قبل المسيح غير هكي محمد كان يسافر وينتقل يعني هني بحاولوا يعملوا الرسول بحاولوا يعملوا أنه أبكم ما بيسمع ما بيقشع أهبل لا يقولوا عنه أنه هذا عجوبي أكيد الله حكي إن اللي حصل ده ظاهرة لا عدالي عايزين يصدروه يعني الأديان من زمان ما كانت تنتقل بالقراءة كانت تنتقل بالشفاهين شفاهين جد يعلن ابنه وبالسلالة معظم الأفكار تنتقل وبالتجارة وبالسياح وبالانتقال يعني إذا محمد قدر يقعد مع سلمان الفارسي الجيه الجيه من ما يعرف اليوم في إيران ويحكوا مع بعض لليالة طويلة حسب عائشة فإنه يجيه واحد من غزة أو فلسطين حد مصر بيعرف بهذا الكتاب أو بكتب متشابهة أو أفكار متشابهة شيء عادي غزة قدرش بعيدة عن مصر يعني قدرش يعني هو كلام بس محاولة هو الواضح من القرآن والأفكار كمان والأفكار اللي حضرتك بتذكورها دي وسط لحد الشام يعني يعني الشام كمان عنده الأفكار دي لأن كان فيه تواصل كبير بين الطرفين تفضل طيب والذي دك من الشعر قصة القرآن عن هالبقرة الصفراء تستعمل لأعظامها لتقيم الميت البقرة الصفراء مرسومة بمصر هي حطحور وبكتاب حطحور أرسلت البقرة حتى تنتقم من البشر لأنهم حاولوا الانقلاب على راع حين هو كان متجسد كبشري وموجود معهم في العالم فبلغ الشيب والعجز فحاولوا البشر الانقلاب عليه فأرسلت حطحور تنتقم منهم بشكل بعدين بعد أن بعد ما انتقمت منهم وانحل الموضوع صار فيه مثل هدنة بهذه الهدنة رفعت حطحور إلى السماء لكن بكتاب بكتابها كتاب البقرة السموية هي كلها كتاب سحر وثيقة عن شو عن العودة بعد الموت لأنه مش بس الفراع أنا بعوده بعد الموت هالمرة بهذا الكتاب لا يعني هالكتاب عمل انقسام أو راح لم يلي تاني لا حتى أنتم كبشر عنكم طريق خلاص عبر البقرة وهذا مغزة كتاب البقرة السماوية القرآن راح حط بقرة صفراء بتقيم الأموال تقارب وتشابه تشابه كبير أما المفسر المسلم مش قاري هو ديك اللي يقلك لا أنا عم قلك هو حتى مش فاهم هو شو عم يقرأ أيه طبعا مش فاهم لش يتكون بقرة صفراء من الزرقاء مثلا هو تحديد صفراء له أهمية بالقرآن هو عم يحكيك عن بقرة موجودة كانت بميثولوجيا قديمة سابقة ففي مشاكل كبيرة نعم تمام نعم دلوقتي حضرتك كده أتفضل أسف وكمان شو رمزية البقرة بالسماء لأن نحن نقول ملكي واي نقول عن المقرة تبعنا هي لأنه البقرة توقف مثل قنترة توقف مثل نوت حتى نسلطة وغير هاي الفادي تبع البقرة إذا طالع علي من تحت أنت عم تحلبها كما النجوم كما العنقود النجمة تمام وغير هيك البقرة المصرية ما كانت مثل اليوم أبيض وأسود منقطة كانت تكون لون واحد بس فيها نقط صغيرة عليها فتشبه بالليل إذا النجوم النجوم نجوم نجوم صح تمام شايف لوان التشبيه آه آه فيها فلسفة كبيرة هذا كلهم مفقود لما أخذوا هني فكرة البقرة الصفراء فقدوا يعني جميع هذه الأفكار نعم طيب حتى الآن أنا شايف أنه التقارب بين الأديان الباطنية والأديان ما تسمى بين قصين السماوية هو اللي التشابه والتناقل اللي حضرتك قاعد يعني تروح وتيجي فيه بأروقته يعني فواضح جدا أنه ايه في تناقل وتشابه في الأفكار حتى بدون علم يعني ممكن حضرتك تقول لي فكرة وأكون مش فهمة كويس وانقلها بدون علم كويس بسبن أن نفس الفكرة اللي حضرتك ادي تاني أنا حابب تستطر زي ما أنت عايز في المسألة لحد ما تخلصها وبعدين أن الفكرة اللي هي تحت عنوان عنوان الفيديو نفسه اللي هي النقطة التي تجمع ما بين الأديان الباطنية والإلحاد لأن دي السؤال الكبير بالنسبة لي من قبل ما نبدأ الحلقة على فكرة أنا هالسؤال جوابته بالمقدمة بطريقة يعني مبطنة بس هلق نجم نشدد علي أنا لا أقول عن الأديان الموجودة أديان سماوية أبدا أنا أقول بن قوسين أنا باعتباري أعتبرها أديان ترابية مادية بالعكس الأديان الباطنية هي أقرب إلى باطن الإنسان فهي أقرب إذا كان هناك شعطة روحية موجودة بهذه اللحمة البشرية فهي عند الأديان البطنية مش عند الأديان الظاهرية أو الترابية بموضوع النقطة النقطة شو هي هذه النقطة خان أعطي تفسير بسيط خان أطلع بالكعبة نحن ذكرنا أن هذه النقطة هي بدء المادية المادة يرمز إليها المربع فهي إذا عملنا نزوم عن نقطة فهي هي المربع المادي أو الملكوث هي تجسد المادة قبل ما كانت مربع لما كانت نقطة ودائرة شو هي الدائرة هي الانفينيتي أو هي اللانهائية على المستوى الكبير والنقطة هي اللانهائية على المستوى الصغير يعني عندك تمام ثنائية 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 اللانهائية وسع شاسعة وصغر صغر ما بينتهي هذه أنا أراها هذا النظام وسع وسع العبثي والنقطة نقطة صغيرة العبثية أتت فيه نقطة أو أتت فيه المربع اللي يشبه الكعبة ليرمز إلى المال فمن هنا أنت لا تحتاج منظم فالنقطة التي تجمع الحادوى هذه الأديان الباطنية إذا أخذنا العبث قبل الآلهة أو قبل القوى الكونية فأنت لا تحتاج منظم وخالق فيها فعندنا نقطة فيها هي التشابه بأنه كيف بدأ العالم كيف بدأ العالم المادي بدل عندنا اختلاف عاما قبل هلق القراءة الهندوسية تقول لك قبل العبث كان في براهما البوزيين يقول لك لا لا فيها فبيضل فيها الاختلاف بعض الأديان الباطنية بتوافق معك بعض الأديان ما بتوافق معك لكن أنت فيك تلتقي معهم لغالب هذه الأديان الباطنية أنه ليس هناك منظم لا النظام العبثي المتغير هو القادر أن يكون كل شيء مش إله ثابت الثابت ما فيه يتغير لا إله مسبب ولا يحتاج مسبب ولا سببية لأنه لم يبدأ ولا ينتهي ومنه أتت كل هذه الأشياء فأنت كظاهري ما فيك تجي تقلي ومن خلقك يا ملحد ومن خلق هذه الناقة لا لأنه أنا عندي عالم لم يأتي في منظم لكن هذا الفكر أنا هذه النقطة الجامعة أنا حبيت ضوّع لي لأنه هي مفقودي غالب الناس تظن أنه لا المتدين أو المؤمن ضروري يكون عندهم منظم وهو الملحدين اللي دينيين اللي ما بيفهموا هني اللي عم بيحكوا بس بالعبث فأنا عم بردع هذه النقطة هذا الهدف يعني كان من هذه الحلقة ما فيه إذا الموضوع واضح تمام مع حضرتك وأكيد في توسع أكبر بالمواضيع التي ترحناها بس نحن يعني حبينا بس تكون الحلقة محددة بهذا الموضوع لا تكون واضحة فهي كمان لا نعطي مثال على هذا وهذا مثال يعطيه الملحدين تخيل أنه البركة الماء صار عندها وعي فوعيت على بكرة بركة الماء طلعت حواليها على الحدود الترابية تبعها قالت ما هذا الانتزام الحفة الترابية هي تماما ملازقة مع جسد الماء تماما فإنه خالق ومنظم معظم طيب بالنظام العبثي إذا أدركت النظام العبثي أدركت أنه هي لأنه ساقبت الحفرة محفورة بهذا الشكل وبهذا الموقع وأن سائل الماء عب فيها بشكل عبثي بشكل غير منظم أو مخطط من شخص ما فلهذا الماء تساوي حضرة الترابية فخدعة الانتزام للأسف منتشرة كانت وبدأت تموت لكن بعد العقول لم تطلع حتى على تطور البيولوجي تعتقد أنه لا أنه كل شيء منظم طبعا نحن العين العين معقدة جدا أنا فيني إرجع لك بالسلات للتطور البيولوجي لأول ما بدأت العين كحفرة وكشرش بتلقى الضوء بعدين كيف تطورت بحيوانات مختلفة 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 مع مشاكلها بكل واحدة حتى وصلنا إلى هذه العين اللي فيها مشاكل بعد يعني أنا في محل بلاين سبوت مرشع بعيني وكل البشر هيك أنا عندي ضعف نظر بعيني أنا عندي مشاكل بمحلات ما بعيني يعني أنت فيك تشوف هذا التطور ففيك تفهم أنه هذا الانتظام اللي عم بتشوفه هو انتظام وهمي هو عقلك أنت أنت عم تعكس حالك أنت لتعتقد أنه هو منتظم صح فهذا الفكر أنه أن يكون عندك دين ما فيش هذا المنظم هذا لا ينتقص من هذا الدين ومن قال أنه الدين مفروض يكون فيه إله فيه أديان ما فيهش إلى البذية الجنوبية مثلا الثيوسوفيا ما فيها إله فيها قوة ضعيفة تنظم الكون بس قبلها يأتي الغلاف الأسود أو العبث الأسود اللانهائي ففكرة الحلقة أنه لا مش المرحدين يبدعون من عندهم يأتون بأفكار باقي البشرية لا تقبل فيها حتى المتعمدين في الدين وصلين إلى أفكار تشبه هذه الفكرة يعني المرحد يعتقد أنه أكيد ما فيه خالق هو منظم يعتقد فيه نظاما ما وصدف معينة أو عبث معين أو كون أزل معين ونحن جزء منه جزء صغير منه فهو فكرة فهو فكر كمان أنا جدا وضحت الفكرة حلق بموضوع بعض الرموز وهو شاهد كاليونغ فيه رابط مثلا أنا قد قررت أنا قد قررت مثلا حاجة عن التروما مثلا اللي هو الخوف أو الفوبيا اللي بتحصل وإنسان أحيانا بتتنقل من إنسان لآخر عن طريق نقل الجينات يعني أنه مر بالتجربة نفسها ومجرد ما بيشوفها بفتكرها عادي فأنا معك جدا يعني ما بعرف الموضوع الزاكرة الجينية أنا قاري كلام عن الزاكرة الجينية بس لست خبير بهذا الموضوع فلا أعترائي بس هو أنا ما أدركه أنا أعمل كمبرمج كمبيوتر وعملت بالزاكرة الاصطناعي ما أدركه هو أنه العلم الحديث الحالي لا يفهم الزاكرة تماما يعني هو فعلا ما في خزان معلومات فيه معلومات محفوظة فيه لا هو هني مع الرابط بيفرجوك صورة بيشوفه أي ميلة بدماغك صار فيها حرارة أكثر فمن هذا السبيل بيجربوك يدرسو خريطة عقلك بس بعد لليوم ما فيه ياخدو دماغك ويشوفو كل ذكرياتك اللي فيه فبعدنا جدا بعيدين بين هذا المنحة وفيه كمان ثلاثة أنواع ذاكرة فعندك الذاكرة القريبة الذاكرة اللي تبعثها يعني أنت بجلب تتذكر شغلة وبتنسى الموضوع بعدين لحالة بتجي الفكرة من اللاوعي هاي نعم وفي ذاكرة العميقة اللي أنت بتجع بتفكر بتفكر وبتتذكر فاختلافاتهم وهي كمان موضوع كبير جدا هو موضوع كبير نعم بس أنا سمعت عن فكرة أنه ممكن التلاعب بالذاكرة يعني وأنا عارف أنه فيه ثلاثة أنواع من الزاكرة بس أنا سمعت أنه فيه تجار وأشياء بتحصل عن مسألة الزاكرة والتلاعب بها أكيد فيه وحتى فيه عندك شيء غريب أنه أنت إذا بتفقد محالات بالذاكرة محال تاني بدماغك بيصير هو المسؤول عن الزاكرة يعني معقول أنت تعمل حادث تنسى كل شيء بعد ذكريات ترجع لك ففيه موضوع يعني كبير فكال يونج يعني كال يونج يعد علم زائف لأن النماذج طبعه هو قال عنهم أنه غير خضعين للتجربة أنهم كانوا مثاليات من عالم المثاليات هو قال بنفسه هلأ فيه تجارب جديدة يعني أوراق تجربية تعطيك تجربية يجربوا يعملوا مثل يشوفوا إذا فعلا فيه نماذج وإلى تأثير ومنها إلى نتائج إسابية في جرنل سبع سايكولوجي في واحدة بالألفين ووطاش دراسة واحدة أخذت لغة هنا بيستعملوها اليابانيين هي أصلا أحرف صينية بس تستعمل في اليابان منذ ما يعرفوا اليابان معنى رمزية للأحرف اسمها الكانجي تمام فأخذتها وفرجتها لناس ما بيعرفوا أبدا صيني لا تشوف إذا طب رمز 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 بالصيني للأم هل هم فعلا لما يشوفوه وتعطيهم أنت خيارات هل بيختاروا أم أو شي من هنوار نفس المعنى يعني المعنى قريب يعني هل بيجردوا بعض شيء من النموذج وحسب قولها يعني أنا ما جربت التجربة بنفسي بس حسب قولها أنه نتائج إيجابية أنه نعم فعلا كانه في شيء غريب في الرمز موجود في اللواع عندنا بس أنا ما تأكد من هذا الموضوع أنه وما بعرف قداش هذه التجربة معمولة مكررة حتى نتحقق منها نعم وكمان في شيء عن اللغة بيحكي عنه نعوم شامسكي كمان شوي يمكن بيرجح فكرة كارل يونج هو بيقول أنه اللغة مش كلها مكتسبة يعني غير صحيح أنه الولد من وراء ما يشوفنا عم نحكي ونركب جمل هو تغرب بيستدرك بيتعلم بيتعلم أنه جملي هي كلمات مركبة والكلمة هي أحرف مركبة مع بعض في دراسات بتقلك كأنه في شيء جيني أو غريزي باللغة بالتكلم أو بتركيب الجمل وهذا الموقف بياخده نعوم شامسكي نعوم شامسكي لكن أيضا كمان ما فيش مية بالمية يعني عندنا حكي عشان أنا كنت برضه كنت هكلمك على المسألة دي لأنه على حد علم أنه فيه برضه دراسات بتقول أنه الإنسان في البداية يعني أو فيه جزء في المخ يعني التواصل بدون الكلام زي كتير من أنواع كتير من الحيوانات بيتواصلوا عن طريق ترددات ما بس مش بالكلام يعني الكلام أقصد أقول أنه حصل اكتساب ما مع الوقت بس يعني مش الأكيد أنه مزروق يعني فينا من أول لحظة إنتصدنا فيها مثلا أو شي عندك فكرة عن المسألة دي لا صراحة لا بس أنا عارف أنه اللغة اللغة أو التواصل والكلام قد يكون هو سبب التطور الوعي السريع لأنه الإنسان في مرحلة يعني قبل 10.000 سنة في مرحلة الإنسان يدلوا 50.000 سنة لا يحسن بس القدوم هذا المطرقة 50.000 سنة أو 20.000 سنة لا يحسنها بعدين صار في انفجار وعي فجأة من 10.000 سنة لليوم يعني نشوف نحن اليوم صار عندنا سيارات وكمبيوتر فصار فيه نقطة سريعة فهمني مش عارفين يفسروا البعض منهم يقول بسبب صار فيه شي جيني حسن لنحن فهم التواصل الجمل وهذه الاشياء وهذا التواصل هو اللي خلينا نسير نتعلم من بعض نعمل تكتلات أكبر وأفضل فخلينا ننتقل لهذه النقلة النوعية لأنه قبل كنا نحسن أداة الصيد ناخد ألاف السنوات لكن طريقة التواصل من دون الكلام أو من لغة الجسد والتعبير مش كتير ضلي مش قارعة عن هذا يعني أنا كنت طلعت على حاجة شابية من كده إن بتقول إن في فص من فصوص المخ أو جزء من أجزاء المخ هي مسؤولة عن التواصل بدون كلام وحتى أحيانا أحيانا إحنا بعد ما استسهلنا والمخ بدأ يعني أحيانا بنستخدمها بدون قصد في أشياء ما أو كده لكن ها موجودة وفي ناس بتتكلم عنها بشكل كبير يعني بس برضو أنا مقدرش أقطع بشيء يعني نعم نعم أنا غير مطلع على هذا الموضوع لا تمام طيب ممكن تكون من أسباب التطور أنا كنت أعمل حلقة يمكن مثلا البكرة ولا بعد وفي نفس هو طبعا فيه أسباب كتيرة للتطور الإنسان والنقلات السريعة الحصري بس ممكن تكون بداية التطور والتراكم المعرف اللي حصل هي بدايتها فكرة الفن أو التعبير عن الأشياء اللي بتحصل لنا إنه بدأ بخط بعض الخطوط اللي تحولت للرسومات وتحولت لنحوط ثم تحولت لكتابة ثم وهكذا تناقلت لنا المعلومات يعني هو بدأ الأول بمجرد خط بس عايز يعبر عن نفسه وعمل خط في كهف وبعدين بدأ يرسم رسمة إنه عايز يقول أنا فرحان أو أنا زعلان أو أنا خايف أو أيا كان اللي كان بيقوله وبالتالي بدأ تتحرك حتى الكتابة القديمة أقرب حتى الكتابة لحد دلوقتي هي أقرب للرسمة من إنها كتابة كتابة بس هي تعبير مباشر غير الفن اللي هو تعبير غير مباشر إيه رأي حضرتك يعني هم كيف بالملاحة حتى الحرف المصري في معنى كبير في يعني الألاف مثلا العجل الحراثة البيل البيت البيت وكذلك الحروف اليهودية هلق يعني فيها نماذج هلق بالذي ذكرته هو الإنسان القديم حتى بمراحله البطيئة بالتقدم كان يرسم ورسميته ملفت مش بسيطة أبدا يعني أحد اللوحات كل واحد حط مثل حبر عائده طبع على الكهف هاي دليل إنه على إدراك الفردية والمجتمع آه إنه بصمة كل واحد منه نحطوها على الحياة صح فأنا ما بشوف علاقة للفن بس أكيد أنا بشوف علاقة للتواصل كان خطي أو شفهي آه فهذا التواصل الصار أنا أعتقد هو سبب هذا الانفجار العظيم بالوعي لكن أعتقد فيه مسببات بيولوجية يعني صار هناك بيولوجية ترافقت هي عززت التواصل وقتها يعني أنا هذا الذي أظن تمام طيب هل لديك أقوان أخرى في ذات الشأن لا أعتقد أعتقد أتمنى نكون أعطينا الموضوع حقه بس فيه طبعا يعني العين طبعا العين صور مفهوم ونشوف أنه هذه العين طبعا العين صور عند الكباليين وجدناها حتى في الإسلام ووجدناها في محلات كثيرة في أديان قديمة ولها دليل كبير صارت اليوم مفقودي من أشخاص يريدون أن يروا كل شيء منظم وله سبب مع أنه المتدين القديم أدرك لا يعني وهنا الإحراج تمام يعني تقرأ أديان هندوسية ومصرية قديمة فيها فلسفة وفكر وآتيها من أشخاص يعني نحن جايين بعضهم بألاف السنوات أخار لكن للأسف تطور الديني الدين لم يتطور بشكل أنه يسب يعني معظم الأديان الموجودة اليوم هي جدا تافهة بالأديان اللي كانت موجودة قديمة وكأن الرحانية القديمة والدين القديم فقد ويعني هذا للأسف الحال اليوم لهيك أنها أديان تدعي للقتل أو فيها مفاهيم جدا سطحية بالخير والشر بالزبط نعم وانتقلت إلى مادية والتحقير جامد يعني عن الفكرة الأصلية اللي حدثتك سكرتاني بداية نحن قالت إلى المادية والتفاهات أنت شو أكلت هي في لحم صحيح اليهودي ممنوع يلبس تياب مختلطة ليش عم بتسلم على المارة ممنوع تسلم عليها بإيران فأخذوا الدين يعني لمحل آخر آه لمجال آخر وتجاه آخر وظل في أديان غنية شرقا وغربا لكن هي يعني هي أقليات بشرق الأوسط والغرب وهي أديان شرقية بالشرق حتى بالشرق ما عاد مفهومك جدا بس بعدها موجودة فنتأمل أنه الأديان اللي عنا بشرق الأوسط غالبها تتطور وتفهم يعني تعود إلى فلسفة وفكر يعني وتخرج من هذه المباطية والقوقعة والتحجر اللي يعيش فيه فيعني هذي كان نهائك ختام لهذه الحلقة مني وأشكرك أكيد للاستضافة وأشكر من تابع هذه الحلقة أولا أنا اللي بشكرك جدا وبجد الحلقة فجئتيني على فكرة بكلمهم بالصراحة يعني أنت فجئتيني فأنا بشكرك على المعلومات السرية اللي أطلعتنا عليها والعرض الرائع اللي حضرتك يعني عملته وكمان الربط ما بين الفكرة اللي موجودة عند الملحدين أو الأفكار المتعارف عليها الآن فكرة العباسية وإن ما فيش حد ما فيش مسبب أصلي في الأول خالص إنها الفكرة قديمة ومترقمة وفيه ناس قالت بيها قديما حتى وإن كانوا صنعوا دين لنفسهم لكنهم كانوا بينطلقوا من نفس الفكرة دي فأنا أظن أنه كان طرحك ممتاز وواضح جدا وأنا بشكر حضرتك جدا تحيات 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 الحضرتك أتمنى نعمل حلقات تانية على فكرة إذا أمكن وقت حضرتك بشرفنا بشرفنا أكيد الشرف لي طيب يا أصدقاء الحلقة دي أتمنى تتفرجوا عليها مرة واتنين الحلقة فعلا سريع جدا وفيها شغل كويس من الأستاذ أبو لبنان ودي كانت حلقتنا النهاردة وشكرا جزيلا للي حضروا الحلقة أو اللي هيحضرها فيما بعد وطبعا مش عايز أنسى يعني أنا ياسب برضو ما قلتش في بداية الحلقة من فضلكم قناة أبو لبنان مسبتة في أول الشات وكمان موجودة في رابط الوصف يعني في صندوق الوصف ممكن أي حد هيدخل على الحلقة فيما بعد يقدر يدخل ويشترك في القناة أكون شاكر لي جدا 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 أستاذ منتظر أعيد الحلقة دي في أي وقت حضرتك تبقى فاضي فيه وأي حد أنا أنصحه أن أعيد الحلقة دي مرة تانية الحلقة جميلة جدا متشكل لحضراتكم أنكم سمعتونا وألف شكرا سلام شكرا